هنروح لكرة السلة رجال للأسف إهاب أمين نجم النادي الأهلي واللي متواجد مع صفوف المنتخب بتونس بلعب تصفيات بطولة أفريقيا اتصاب اتصاب إزاي؟ اتصاب في ماتش رواندا للأسف بكسر في الأنف الرأس الأخضر أنا أسف الماتش بتلاعب في تونس ومكنا باللعب الرأس الأخضر وكانت مباراة مهمة الصورة دي على فكرة مش إصابته الصورة دي كان هو أصيب قبلها بحوالي عشر دقائق في عينه وخرج تلقى العلاج وهو خارجه ورجع تاني لعب في المرة التانية مرخيره قصت الأنف القصر الحقيقة واللي احنا كان بس عندنا يعني تعليق انه ما كانش مفروض يشارك لأنه طالما يعني حصل خبطة في عينه وكان سليم أو كل حاجة واحنا كنا ضمنين التأهل انا بس كان عندي كومنت بسيط وكننا ثقة في الكابتين أحمد مرأي طبعا وكل الاحترام والتقدير ليه راجل كفء وراجل يعني قامة كبيرة في كرة السلة ولكن احنا كان عندنا بس ان هو خلاص الراجل اتصاب في عينه وخرج بيبقى في مؤشرات كده بتحس ان اليوم مش يوم اللعين بيخرج يرخبط له واخد له كوع من الكعبل خرج ملازلوش تاني بقى خاصة ان احنا كنا ضمننا التأهل ولكن هابقى مين في النازلة التانية متعرفش بقى هل خبطة في عينه وخليته يلعب اوتو في سيتيويشن ما كانش مظبوط مش عارف ايه الانف القصر للأسف وهابقى مين هيرجع يعمل اشياء عشان يحدد فترة تغيابه عن الملعب اكيد هنفتقده الفترة اللي جاية ولازم نفكر كمان ان هابقى مين في المنتخب هو وحاتم البحر الف سلام عليك يا هاب وهنتبعك ان شاء الله ولما تيجي اكيد هنعمل لك مدخلة ونتطمن عليك ونعرف هتغيب عن الملعب قد ايه والف مبروك طبعا لمنتخب مصر التمان التأهل وهنقول الكلام ده في اخبارنا المحلية هنروح لكرة أسالة سيدات يمكن كسبنا هليوبلس وضمننا النهائي او وصول النهائي كأس مصر اللي هتلعب السبت اللي جاي مع نادي سبورتينج ان شاء الله المبرأة خلصت بنتيجة تمانين تمانية وستين ووذكركم ان كابتن هابي الالفي مدارب النادي الاهل السابع هو اللي ممرن هليوبلس المطشي كانت لعب مبارح على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 اكتوبر النهاء ان شاء الله زيما افكر حضراتكم السبت القادم مع نادي سبورتينج على نفس الصالة على صالة الشباب والرياضة في 6 اكتوبر كل التوفيق اللي كابتن علي هاشم وفريق كرة أسالة سيدات وخليني افكركم ان 3 بطولات دخلوا السنة دي مع فريق كرة أسالة سيدات بطولة القاهرة السوبر المصري وبطولة المرتبط ان شاء الله يوم السبت القادم تكون البطولة الخمسة وان شاء الله ربنا يكرمهم في بطولة السوبر الرابع ناسف ويبقى البطولة اللي بعدها الخمسة يبقى خمس بطولات ان شاء الله احصدهم الفريق هذا الموسم خاصة انه بيضم مجموعة كبيرة من اللعبين